جوهر الرهان أن يربح العراق والرهان الأصعب الأشد لم تكسبه بغداد في عداد السنوات الماضية كلمة الانتعاش المفقودة كثيرا أعاد نبضها الرجل الذي كتب على ورقة بيضاء وبها ثورة انقلاب على الترهل والفساد ورقة بيضاء مشروع نافذة اقتصادية يفتحها العراق على العالم العربي بدأ به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يكن الكاظم رئيس وزراء عادي مقارنة بمن سبقوه بعد عام 2003 وهذا الحديث ليس مدحا عابرا للشاشات إنما حقيقة وثقتها العين العالمية اقتصاديا وسياسيا بعد أن زرع الرجل بصمة وطنية ودبلوماسية تمثلت بإعادة خيوط التشابك مع العالم العربي والغربي وانعاش مسمى الصناعة العراقية كنهج سعى له رجل الحكومة بأن يعيد بغداد لدائرة الانتاج والنمو غير معتمد على النفط وحده رابطا خيوط العراقي مع الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا إلى أن وصلت نتيجة البنك الدولي بعنوان كسب الرهان وتحقيق النادر الذي كان شبه مستحيل بأن يتربع العراق على عرش المرتبة الأولى في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع النمو خلال العام الحالي بنسبة 8.9% متجاوزا باقي الدول العربية ومنها قطر التي من المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 4.9% والسعودية 7% والكويت والإمارات والجزائر ومصر والأردن والمغرب اكتساح إذن من أوسع بوابات الانتعاش الاقتصادي بإشارة تقرير البنك الدولي إلى أن يعتلي العراق سلم النمو العربي بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي وبواقع 6 فارزة 3% بالمئة نجاح يسجل في قائمة لوحة الشرف العراقية ويدرس في كبرى الدول الاقتصادية بعد أن تربع العراق على قائمة دول تعد اليوم الأكثر رفاهية كقطر والسعودية منتصرا بذلك على ظروفه التي يستحيل أن يخرج منها العراق سالما معافى في الاقتصاد والمالية لكنه خرج وسجل الرقم واحد وفعلها العراق وفعلها الكاظمي